قال سياسيون وحقوقيون إن انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر ضد الدولة ومؤسساتها حول اليمن إلى ساحة حرب محلية وإقليمية وأضافوا في تصريحات ليمن شباب أن مواجهة اليمنيين ضد الميليشيا معركة مصيرية يمثل يوم 21 سبتمبر يوم نكبى للشعب اليمني يوم أن تسلل أحفاد يحياء الرسي الخرساني الفارسي الإيراني إلى السلطة وهو نتيجة لثورة مضادة بنيت عن طريق خمسين سنة وأكثر تسللوا إلى اليمن فحولوا اليمن من بلد الإيمان والحكمة إلى بلد الحقد والكراهية قندوا عشرات الآلاف من الأطفال ارتكبوا كل المحرمات الدولية التي يحرم قانون الإنساني الذي أصدر في قنيف يوم 21 سبتمبر يوم تسلل للشعب اليمني الشعب البسيط المكتهد الشعب المناظل تسلل له شردمة من آفاق هذا الزمن الذي حول حياة اليمنين إلى تنازع وإلى فرقة فتحت المقابر وغلقت المدارس أصبح الناس بلا رواتب أصبح الناس بلا دولة بلا زيادة كل ذلك بسبب الانقلاب كذلك لا نروح بعيدا أنه كانت المجتمع الدولي والإقليمي مشارك بهذه الانقلاب وإلا يوم الانقلاب في صنعه وكانت السفرة مفتوحة وكان ما زال الناس يعتقدون أن الانقلاب سيكون أيام معدودة وسينهار ولكن ما حدث الآن نجد أنه انتهت الدولة تماما وانتهت الموسطى الدولة والآن ندفع الثمن كمواطنين أكثر من يدفع الثمن هي محاضرة أعز التي ما زالت تحت الحصار انقلاب الميليشيات الحوثية على اليمن ساحة صراع إقليمي والدولي وساحة صراعات إقليمية ودولية الآن المجتمع الإقليمي والدولي يتجه إلى نزع فتيل الحرب بالنسبة لأثارها الخارقية أو بعدها الإقليمي والدولي لن يمكن أن يتخلص الشعب اليمن لانقلاب الحوثي إلا بفعل وطني ناقز بلملمة شتات القوى الوطنية خاصة بعد أن يغادر المجتمع الإقليمي والدولي الساحة اليمنية فبالإمكان أن هناك فرصة للمجتمع اليمني بكل قوىها الحية بأن يحارب الميليشيات الحوثية ويقضي على هذا الانقلاب لا سيما بأن اليمنيون الآن ستخلصون من التأثيرات الخارقية وبالتالي فأعتقد في تصوري بأن المعركة القادمة مع الميليشيات الحوثية ستكون معركة حاسمة اشتركوا في القناة